مؤتمر حرية الدين والمعتقد مؤتمر مثالا ناجحا يمكن تقديمه للعالم هذا وأشهد المشاركون بمستوى أطروحات المؤتمر التي تعكس اهتمام جلالة الملك المعظم بوضيع وأطروحات السلام موضحين أن أفكار المؤتمر جميعها تدعم حرية الرأي والتعايش والسلام وأن المؤتمر يحمل رسالة ما فادها أن اتباع الأديان يجب أن يكون له دور فاعل من أجل الحفاظ على الأرض وإعمارها وهي مسؤولية مشتركة تجاه الشباب والقضايا العامة التي تهم الإنسانية